قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجل الأعظم كما يتفقد عددا من المشروعات السياحية بالمدينة وأكد مدبولي أن زيارته تأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس السيسي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة